اختتمت فعاليات جائزة الإمارات للطائرات بدون طيار من أجل خدمة الإنسان وجائزة الإمارات للروبوت في خدمة الإنسان بفوز أربعة متسابقين بالجائزة الكبرى والتي قدرها مليون درهم عن المنافسة الوطنية ومليون دولار عن المنافسة الدولية حيث سلم الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سلم الفائزين جوائزهم بحضور جماهير واسعة بعد يومين من منافسات الدور نصف النهائي والتي شارك فيها أربعون متسابقا في كيلتي المسابقتين باب أمل جديد تفتحه دبي لخدمة الإنسانية عبر جائزتي الإمارات للطائرات بدون طيار وجائزة الروبوتات والتي قدمتها لأربعة مخترعين حصلوا على أربع جوائز قيمة وضعت العالم على خطة تقدم وفتحت الباب أمام مخترعين لمعت أفكارهم لعرضها أمام آلاف المتابعين لمسيرة التطور التكنولوجي الذين يرغبون باستثمار تلك الأفكار وتحويلها إلى واقع بين يدي الإنسانية للنهوض بها ومؤشر النجاح لإعادتها نحن نحط لأنفسنا أن كيف نأخذ الابتكارات هاي وفعلا ننقلها إلى أرض الواقع بطريقة تأثر على حياة الناس نحن هدفنا أن الإنسان يحس أن التكنولوجيا هاي تأثر في حياته إذا صار هذا الشيء هذا النجاح بالنسبة لنحن أربعون متسابق تقدموا بأفكار فريدة بعد أن تم انتقاؤهم من بين أكثر من ألف ومائة مخترع فاز منهم فقط أربعة لكن ما تم تقديمه من أفكار قدمت خدمات كبيرة للإنسانية مثل الطائرات بدون طيار لإسعاف المصابين بين الأنقاض وقت الكوارث والطائرات التعليمية والمختصة بالمسح الجيولوجي إلى جانب الروبوتات التي فتحت الأمل أمام فاقد الأطراف السفلية للمشي مجددا والكرسي المتحرك المخصص لمصابي الشلل الرباعي الذي يستجيب بحركته لأوامر الدماغ إلى جانب الاختراعات التي تدخل في حلول البيئة والاكتشافات النفطية والأمان والإنقاذ وغيرها الكثير لكن أنا أظن أن مشروع بلدرون متميز من الناحية أنه يحاول أن يجلب تكنولوجيا المستقبلة الآن تعرف لأن الحين طائرات بدون طيار تستخدم في مجال واسع في مجال الفحص مثلا نستخدمها للفحص عن التسريب في الأنابيب أنابيب البترول والأنابيب الغاز بس عادة الطائرات بدون طيار تستخدمها فقط للبحث عن التسرب لكن لا تستخدم للتصليح نحن نريد أن نجمع الشيئين مع بعض ونخترع طائرات قادرة على الفحص عن التسريب وقادرة على التصلح في نفس الوقت الفائزون بالجائزة أكدوا على أهمية هذه المبادرة في تحفيز الابتكار والإبداع لدى قطاع الشباب في العالم العربي وكل العالم وتقديم منصة متكاملة ومتخصصة لهم لعرض ابتكاراتهم ومشاريعهم في مجال التكنولوجيا المتطورة الأمر الذي أكده الكثير من المشاركين فيه كل فريد من نوعه هو شكله شبيه بدرونز كثير لكن هو يونيك أنه ثلاث مركبات بمركبة واحدة الدرون هذا بطير بشتغل على سطح المي وبغوص تحت المي فهو الأول من نوعه عام بعد عام تفتح الجائزة آفاقا جديدة فالنسخة الأولى من الجائزة قدمت الكثير لكن طائرة الإنقاذ بدون طيار وطائرة رفع جودة التغطية لشبكات الاتصالات كانت الأكثر تميزاً أما النسخة الجديدة فكان للتنوع الذي قدمه المتسابقون بصمة طالت جميع القطاعات التي تخدم الإنسان إن التصالات عملت جاهدة على تطوير تقنيات الطائرة من دون طيار واستخداماتها منذ أن فازت بجائزة المسابقة العام الماضي ضمن فئة المؤسسات الحكومية وإن الشركة حالياً تستخدم الطائرات من دون طيار في أغراض متباينة هذه المبادرة لم تكن فقط من أجل اكتشاف مخترعين جدد بل تخطت بأفكارها إلى أنها استقطبت كبار الخبراء الدوليين لتحفيز الشباب ودعوتهم إلى توظيف طاقاتهم وإبداعاتهم من أجل المساهمة في كافة القطاعات على ذلك يضيف إلى عالم التكنولوجيا اكتشافات ما كانت لتظهر من دون الرعاية والتحفيز لأخبار الآن زكريا عساني دبي